ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة قلوبنا ذكرى ميثاق العمل الوطني هذه المناسبة التي تشكل لنا طبعا انطلاقها للمسيرة الديمقراطية التي دشنها جلالة العائل المعظم وهي طبعا مناسبة محيلي في عجالة لكي نجدد نشعب ونجدد كذلك العهد لسيدي صاحب الجلالة ولكي نؤكد على مواقف شعب البحرين من هذه الوثيقة التاريخية التي اشركت الشعب في صنع القرى وشكلت في مجملها لبنى اساسية انطلقها من خلال المشروع الاصلاحي بما في ذلك طبعا تبني شكل الدولة الدستوري ونظام الحكم الذي قام على مبدأ الفصل بين السلطات وبالعودة الى سؤالك حول مدى تحقيق مبدأ التعاون بين السلطات وبالأخص السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فان ذلك طبعا واضح من خلال ابتداء النهج التعاون والتفاهم البناء بين السلطتين والذي كذلك انعكس ايجابا على منظومة العمل الوطني وعلى منظومة التنمية واعتقد جازما بان كل من السلطة التشريعية والتنفيذية سيحققون هذا المبدأ ويحققون كذلك مع هذا المبدأ السامي الأهداف المنشودة التي ابتداءا تعزز مسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين وايضا تعزد الثوابط الوطنية نجد دائما بان السلطة التشريعية والتنفيذية في حوار دائم في تواصل مباشر في لجان مشتركة يتفقون دائما على ايجاد القوانين وعلى اتخاذ القرارات وعلى تنفيذ الخطاط والبرامج التي تصب في النهاية في تحقيق نزيدنا التقدم والازدعار للمملكة البحرين يمكن اكبر مثال على تحقق هذا التعاون على ارض الواقع هو برنامج عمل الحكومة التي يقوم الحكومة بطرحه كل اربع سنوات ايضا مشروع الميزانية العامة وغيرها من المبادرات التي نراها بشكل دائم مثل الاجتماعات لجنة الدعم وغير ذلك نعم سعادة العضو في سياق ما ذكرت كيف انعكس هذا التعاون بين السلطتين على تطوير وتحقيق المشاريع الوطنية وتلبية تطلعات المواطن البحريني شكرا جزيلا وهو سؤال مهم طبعا اولا هذا التعاون انعكس بشكل مباشر على المشاريع الوطنية وسائل البحرين كذلك على تجاوز الكثير من الازمات ومعالجة الكثير من التحديات التي واجهت البحرين وواجهت كذلك البحرين باعتبارها جزء من المنظومة الاقليمية والدولية البحرين الحمد لله اليوم تعبر هذه التحديات من خلال برنامج توازن مالي بصراحة يعني حقق الكثير وهو برنامج ناجح البحرين بفضل هذا التعاون حتى يعني اذا اخذنا في سياق السنوات الماضية استطاعت ان تعبر جائحة كبيرة تأثرت منها يعني معظم الدول ولكن البحرين استطاعت من خلال هذا التعاون ومن خلال طبعا التوجيه السامي الدائن الى ان هي يعني تتجاوز هذه الجائحة وتكون البحرين في وضع دائما افضل البحرين ايضا من خلال هذا التعاون ومن خلال هذا النهج الوطني الراسخ استطاعت كذلك ان تحافظ على معدلات التنمية بشكل يعني بشكل نجابي استطاعت كذلك البحرين ان تكون مستقطبة ليس فقط للاستثمارات الخارجية ولكن ايضا مستقطبة الى جميع المبادرات التي تتخذ البحرين ضمن منظوماتها الاخنينية مركزا لها استطاعت هذا التعاون ان يعكس كذلك على المشاريع الوطنية على المجالات الرائدة ممكن في مجال الاقتصاد في مجالات لا علاقة بالاقتصاد وغير ذلك نعم سعادة السيد علي العراضي عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بالمجلس شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا